سيد عبد الرحيم العسوي ما شاء الله ما شاء الله ده ايه الجمال ده يا سيد بيه عقارات واراضي وصيارات ومسوغات ده كل ده من مرتبك كموظف الحكومة يا رجلي طيب تصدق بايه جنابك؟ قول ونعمة بالله ونعمة بالله انا شخصيا مش عارف كل النعمة اللي انا فيها دي من ايه انا حاسس اني مستهلش لكن تقول ايه بقى ملك الملوك اذا وهب فلا تسألنا عن السابق ولا نسأل يا إبراهيم لا ما تسألش يا إبراهيم نسأل بقى ويبقى ركبنا الوزن انت بتكلم بالصفة التأكيد دلوقت قوله الحت اللي حفظتها بصفتي بصفتي بصئول الشؤون القانونية مع أسته السيد عنتي مي يعني انت المحامي بتاعه؟ لا ما تدلوش اكبر من قدره كده لا ده هو انا بقول الكلام وهو بيقول حاجات صغيرة في النص كده دمها خفيف افهم لا تسمع ساب بيه؟ انت دلوقتي جاي عشان نحقق معاك ونعرف الأملاك اللي عندك دي من أين لك هذا؟ جاتلك من ايه؟ رشاوي ولا عمولات ولا ايه بالزبط؟ اه شوف جنابك انا كل ما املك من الدنيا ولو ان الواحد ما يملكش حاجة انا بيتملك كتير لا والله ده احنا امناء عن نعمة تملك بأخلاقك انا كل ما املك من الدنيا من عرق جبيني وزا كان فيه رفايع ولا حاجات صغيرة كده فهي يكون لها في اطار الهدية اللي بتبقى ما بين الناس اللي بيحبوا بعض وانا بيقالك تهادوا تحبوا وانا بيقبل الهدية مقبلش انا؟ يعني اكفر بقى يا براهيم لا يا بس السيد مقبلش واكفور ايه باشي ايه انتو عايزين تكفروني عشان كده الالحاد مالك ديني لا طف مبوءك يا ابراهيم ما تبوصش يا ولا العمرة اللي انت لسه عاملها صف الله العزيم يا رب عمرة؟ انت عاملت عمرة؟ ايه ويه؟ ماشي بقى من نسبة العمرة بقى تقدر تقولي يا سيد بيه ايه اللي يخلي واحد رجل اعمال زي فتح المنشاوي يدفعلك فلوس العمرة اللي انت لسه طالعها اخر مرة؟ اه لا يهاديني برحلة عمرة لكن يدفعلي فلوس ديه ممكن تحمل معنى وحش اه اه يا سلاة يهاديك برحلة عمرة؟ انت واثنين وتلاتين واحد كلهم من قريبك ومعارفت؟ لا حاولة ولا قوة إلا بالله هي العمرة كمان بقى فيها كلام يعني لو انا مثلا يا بيه ماشي انا بالوقت إبراهيم نه في الشارع اه واحد قال لنا ادعالوا يا جماعة صلوا معنا العاصر اقول له ايه ما نخشش؟ ما نقضيش الفريضة؟ معقولة بالعكس ده نلم كل حبيبي والناس في حضن كده واخدهم معانا ونروح تاخد اتنين وتلاتين واحد معاك وتسافروا؟ سواب الجماعة وكلهم يكونوا قريبك؟ اما هوا الاقربون اولى بالمعروف المعروف؟ ماشي والمعروف بقى بيقول ان نفس رجل الاعمال فتح المنشاوي يبحطت عينه على حتة ارض تبع المحافظة ويخدها بدون مناقصة؟ بلاش ده كل فيه ثلاث عربيات عندك بي ام وعربيتين مرسيدس كل دول جولك هدايا برضو؟ هدية ايوة بس مش ليه انا هناخد هدية عربية؟ ليه؟ واني مرتاشي؟ باشر لأ ما انا حاسس من كلامه اني مرتاشي؟ باشر يا سيدي فيه ارتشاف كلامه يا باهير باشر باشر مسمحلكش تغلق فيه استاذ سايد انتيمي اسكت انا بتكلمه ويبقى تسكت انتيمي اسكت تهزق نفسك ليه يا براهيم يا استاذ سايد فهمني انت راجل كويس ومش مرتاشي انا عايز افهم العربيات ما جاتلكش انت اما الجات لميه ليه عيال الصغيرين؟ هندي وحمادي اهو هندي وحمادي ازاي يعني؟ بيت في اكتدايا وعيل عنده ثلاث سنين يجيلهم هدايا عربيات ازاي؟ هرزي هاهاهاهاهاهاهاهاهههه ماهو يا بيه اصلا فيه اللابس وورا الموضوع انا مولت لكش اللبس ما بتديش حالي ده لبس كبير قوي انا عملت حفلة عيد ميلاد للعيليم مع بعض ماني مقدرش عمل غير حفلة واحدة عمل اتنين ازاي انا موظف غلبان عملت حفلة ماانت يا والقي جات الحفلة ايوي جات العيد الميلاد كنت لابس طرطور وعمال يا غني عبيبار زيتوني هو انت الى قالت التوني ايوي بس زعلان مني يا كمس السيد يا ولد الحفلة حلوة قالت إن الطرطل بادئ ما دوتي شيت شكلت ما طولتي شيل غام إيه ما دوتي هاشي شفت الحاجات الحلوة الصغيرة اللي بيقولها كل سنة وانتوا طيبين وانت طيب يا سعدتي يا سيدي إيه اللي حصل بعد عيد الميلاد أيوة دخل علي صاحبي رجل الأعمال محمود أبو الليلة علشان يجي يحضر الحفلة محمود أبو الليلة بتاعتوردات الحكومية؟ أيوة هو صاحبك؟ ده حبيب الروح بالروح آه وإيه اللي حصل؟ قال لي يا سيد أنا محترف ولادك دولة أجيب لهم إيه هدايا؟ قلت لي يا أبو الليلة ما هم عيال صغيرة عايزين يجروا ويلعبوا هات لهم أي حاجة هات لهم عربيات طيب يا سيدي ما انت بتعترف يا أم الفين اللابس بقى؟ يعني دلوقتي انت اللي طلبت منه يجيب لك عربيات دمانة فوق الأربعة من اليوم ما هو اللابس سيادتك إنه هو أبو ليلي دخل علي وجايب العربيات اللي مذكورة قدامك دهيا قلت له معقولة يا بولي ليه؟ معقولة يعني انت دخل علي بالعربيات دي أنا قصدي عربيات بتاعتها يال صغيرة من اللي هي براموت قلم العربيات الكبيرة برضك لها ريموت وداني من كل عربية ريموت نسختين وكسفني قدام الناس فاكر الكسفة كان وشك عيطق حمار جرحني من جوه إنه لله وطبعا حضرتك قبلت الهدية عشان النبي يقبل الهدية ما شاء الله عليك شفت شفت يا بشي لما خدنا ودنا في الكلام مع بعض الحقيقة بنت إزاي؟ أه إنتى اللي قلت مش أنا يا إهla ماشي يا سيدي طب وبالنسبة للمزارع على طريق مصر اسكندريا الصحراوي ها والفيلة اللي في التجمع ها وشنطة المجوهرات اللي فيها أربعة كيلو دهب كل دا برضه عادي يشوف يا بشي مدى موصلنا لك دي يبقى نلازم عترف لك لا ريت العلبة دي كان فيها رشوة لا ايوه وانا جاي النهاردة برجلي عشان ارجعها للحكومة اهي السبحة دهي اهي ما تقعدش في جيبي ولا سانية شفت يا باشيح شفت رمز بيد يدرس بالاخلاو والانسانية ولو انها غالية رجعني ما تحملش رجعها لهم ما تحملش يا ابراهيم لها والله افرح بيه ما تحملش غالي عيد بلاستر اظن كده يا باشي زو diffic sans بعد ما الحاجة كله رجعت للحكومة ليه بقى ممكن اروح انا ولا ولا براهيم ايه المتاز وانه تروحه ايه ده هو بيضحك على ايه انتي انا بتنشر البهجة في المكان ايه واسي سيئ انت بتجيبي الكلام اللي بس يا وعدambique لا بس يا والي بقى مش من درجاتي يا بقى جوجي يا فرق بسم الله بسم الله يا أستاذ سيد مدي ايدك بقى لك بتاع سعى مكان فيش ولا يا أبراهيل مين اللي جاب الزيارة الحلوة دي يا والي الأستاذ هشاب ساحب أبراج العلم والإيمان اللي كان مقدم على تعليق ثلاثة دوار يخصى عليك يا أبراهيل اي يعني في مصلحة عندنا؟ يعني هندخل جوفنا لقمة حرام؟ لا ما تلقاش يا أستاذ سيد ما احنا خلصنا من مصلحة خلاص يعني الأكل دي يعتبر محبة يعني المصلحة انتفت تماما والأكل دي البطة دي تعتبر هادية افتح يا أستاذ سيد لا أعدام هادية يبقى النبي إبن الهدية استم ولا هل بتاكل الموركو ولا السيدر؟ اللي يفت من جوفك يكفيني يا أبس سيد يا حبيبي يا أبراهيل يبقى استنزل ممكن هههههههه